صباحك سعيد يا عجل جد سعيد الوجود معك وصباح الخير لكل متابعاتك السعادة كلها لنا نتشرف بحضورك دائما شكرا جزيلا تابعنا في التقرير الآن نفصل أكثر عن تجربتك أنك تقومين بتكوين بعض التلاميذ المقبلين على شهدات البكالورية هل لك أن تقدمنا فقط فكرة عن تجربة هذه التجربة على أي أساس قمت بذلك والجمعية المنضوية تحتها التي تنشط مثلها هكذا دورات لتلاميذ المقبلين على شهدات البكالورية بداية أنا طالبة جامعية بكلية صيدلة جامعة يوسف بن خداولية الجزائر أيضا حاصلة على ديبلوم في الإعلام الصحفة بتقدير جيد جدا جاءت الفكرة لم تأتي من عدم بل كانت بعد تفكير جلي وملي بما أن نعرف بليل يدخلوا كلية صيدلة حاصلين على معدل معتبر وشام مشرف في شهدات البكالورية فكرت قلت علش لملا نقاسم تجربتي مع أولاد حمدي القبة وعلش ما نعطي لهم شي النصائح اللي خلتني ننجح ونأخذ هذا الشهادة بتقدير جيد جدا لماذا تعتقدين مها أنه اليوم لابد أنه طلب الجامعين يشاطروا هؤلاء التلاميذ تجربتهم ما هي الأخطاء ربما التي يقع فيها أغلبهم وأنتم تحاولون أنكم تجنبوهم لأنه لديكم خبرة مسبقة نعم بناء على الخبرة اللي مررت بها كي إن بعض الأخطاء يمروا بها الطالبة وخاصة في الشهر الذي تبقى من قبل اجتياز شهادة البكالورية كنت حابة نتقاسمهم مع أن أعلمها لهم باش يتفادوها فمثلا نعرف بلي كي يقرب الوقت رح يزيد استرس رح يزيد الضغط رح يزيد الخوف من هذا الامتحان مع أنه امتحان عادي كباقي الامتحانات فكرت في هذه المبادرة أنني نقوم بدراسة نقطتين أساسيتين النقطة الأساسية الأولى وهي عن كيفية مراجعة ما تبقى من المنهاج الدراسي وبطريقة ذكية بأقل جهد والنقطة الثانية قررت أني نتكلم على الجانب النفسي مهم جدا نعم فأسعدني كثيرا الأمر لأنني شفت طلبة جد مدى بهم يتعلموا هذه التقنيات اتصلت بجمعية قبة يونيتد لنشكر رئيسها عبدالقدر زقاد عبدالحق زقاد لمنحني هذه الفرصة الثقفية وكنت أنا وثلة من المتحدثين قمنا البارحة بقاعة المحاضرات بالقبة على ساعة الواحدة ونصف بتنظيم هذه الدورة ما هي أكثر الأسئلة تداولا بالنسبة لها التلميذ ما هي أكبر المشاكل التي ربما يطرحونها ويتخوفون منها أكبر سؤال طرحها لي البارحة نقدر نجيبه وهذا دليل على أنه ما زال عنده خوف داخلي يخفيه بهذا السؤال يعني عرفت بلي أن الجانب النفسي جد مهم ولهذا كان معي مدرب في التنمية البشرية قررت أني نجيبه كنت متسيقنة بلي رح يقدم لهم دعم والحمد لله في نهاية المبادرة كان الكل لنقل أنه راضي وواجد نفسيا قبل أن يكون دراسيا لتقديم الأحسن هذه الأقل تعتقدين مها وأنت اشتستي طبعا شهادة البكالورية تعتقدين أن التلميذ اليوم يعطون هذه الشهادة يعني أكثر من حجمة عندما يرتبط مصيهم بها وهذا ما لاحظناه يعني كلما يأتي شهادة البكالورية الأولية وحتى التلميذ تصبح مسألة حياة أو موت نعم لاحظت كثيرا أنه هذا الأمر فيه تهويل يعني كي تقرب بالوقت ولا كي تشوف الطالب يقولك اه امتحان مصيري امتحان مصيري مع أن الأمر أسهل من هذا بكثير ما الذي جعلنا نتقد أنه امتحان مصيري؟ لأننا رابطة مع كل نجحاتنا بهذا الامتحان يعني إذا فشلنا انتهى مصيرنا يعني معنا شيء يستقبل وإن نجحنا فأبواب كثيرة فتحت لنا مع أن الأمر لا يقاس بهذا الشيء يعني اليوم أنت بالجامعة وتعرفين أنه لا يعني الأمر يعني ممكن يعني أعادي وغيره يمكن أن ننجحها ليس البكالورية ليست بوابة لنجاحات هو فقط طريق نعبر عليه اليوم بالنسبة للذين أعادوا أساني يعني أعادوا البكالورية كذلك النصائح بالنسبة لهم ربما هم الأكثر فئة اللي عندها كذلك خوف من الفشل مرة أخا ولو أنه مصطح الفشل ربما لا يتناسب في هذا المقام نعم كما قلت لك أنني ركست البارحة على نقطتين أساسيتين من جنب نفسي أكثر الجنب النفسي نعم والجنب الدراسي أنا انتقلت البارحة من فكرة ماذا أفعل إلى كيف أفعل عندها الميكانيزم كنت مختصة أيضا بشريحة لهم لمزل ما كملوش البرنامج ولا أصلا ما بدوش في البرنامج نعم 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 ولا أصلا ما بدوش المراجعة أنا هذه شريحة لي كنت نركز عليها الإنسان اللي يظلم باللي شهر لما يكفيش باش يقرع ولا ما يكفيش باش ينجح يشتاز هذه العتبة أنا ركزت عليه اليوم دم تكلمت على تقريبا شهر وحيكون شهر رمضان وغيره نعم ما هي أفضل الطرق ربما التي تعتقدين أكيد لديك خبرة في هذا المجال يعني أوقات المراجعة خاصة عندما تحدثنا عن عمضان كيف يمكن أن ننظم المقبل على شدة البكالوريا يعني مخطط عمله خلال شهر رمضان حسنون الأوقات دوعا ما تكون مختلفة هي صراحة الأوقات تختلف من إنسان إلى آخر يعني حسب طبيعة الطالب كل واحد يستيعابه والوقت لا يحسن أنه يمكن يعجب يقدر يكون بخوجه كثيرا لذلك ما نقدر أن نقول لكل طالب يقسم وقته على حساب هو قدراته يعني ما تتبعش إنسان آخر إذا قال لك أنه نقرأ 16 ساعة في النهار ولا أنت تقرأ ولا أنت كيشفت رحك بلي تقرأ ساعة في النهار تقول آه بلك هو أحسن مني ولا لا لا الفيدة ليست بالكم بل بالكيف أكيد وأوقات مثلا المتعلقة بالليل أو المواجعة صباحا ما هي أحسن الأوقات التي يمكن أن يعجع فيها التلاميذ رأيت أن يعني بحسب خبراتي البسيطة شفت بلي ما بعد الصحور يعني كي في رمضان الكريم بعد الصحور يقدر الإنسان تكون عنده طاقة استيعاب أكبر لهذا كنت نصحتهم الباريحة أنهم اللي عنده نقص ولا يحس بلي عنده ما يقدرش يتدارك بعض الثغارات ويشاف بلي يحوز على الوقت المناسب ماذا به يبدأ بعد الصحور وخاصة المواد العلمية لأنه الدماغ يحتفر نعم تكون درجة الاستيعاب ودرجة الفهم جدو عالية إذن أنا قلت بلي اللي عنده هذا النقص في هذه المواد العلمية من الأحسن أنه يبدأ من بعد الصحور يتسحر ثم يقرأ ثم ينام قليلا ثم ينطلق في المواد الأدبية وتختلف من إنسان لآخر طبعا أكيد كل شخص يعرف الأوقات التي يمكن أن ينتج فيها أكثر الآن ما هنتقل لمحو متعلق بدور الأسرة من جانب ودور كذلك الأصدقاء وغيره المعاجعة الجماعية مثلا وكذلك تعامل الأسرة في هذه الفترة بالذات متعلقة بالضغط الكبير وغيره صراحة أسفني الأمر لأني البارحة جل الطالبة كان يقولوا لي أني خايف بسك ما ننجحش الولدية والولدية مدروا لي لابخيسون وهذا أمر جد ومحزن لأنني كنت نركز على فكرة أنجح لنفسك أنت الأولى بذلك تستحقها وفي الآخر نوري لك وثيقة التزام وقعوها أمامي خلينا نشوفها ممكن هذه وثيقة التزام نعم لأنه كل ما شارك إنسان في مبادرة في الآخر رح يعطي له وثيقة شكر وعرفان على مشاركته لكن خممت قلت وعليش شكر وعليش مشي وثيقة التعامل نعم أكيد محتوى هذا أتعاهد أمام نفسي أتعاهد أمام نفسي التي تستحق أن أنجح لأجلها وأمام عائلتي التي تتوق لتفوقي وأمام كل من قال لي يوما أنني لا أستطيع وأمام أحبة أجمعين أن أبدل قصار جهدي في الفترة المتبقية في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا والله ولي وتوفيقي جميل جدا هذه الفكرة ربما من ناحية شكلية ربما هي شكلية نوعا لكن لديها كثير من الرمزية يعني من ناحية نفسية خاصة ومعها إنفاء اللهنة وكنت نقول لهم باللي علقوها في غرفتكم كل صباح تشوفوها لأنه الأمر جدو مهم أنك دايما يكون عندك هذاك الحافز ليخليك تقدمين أفضل وأفضل أكيد وفيما يتعلق بنقطة الأخرى المراجعة الجماعية متى تكون إيجابية ومتى تكون سلبية المراجعة الجماعية إذا كنا في جروب رح يحفزنا ورح يعطينا ورح يعبي صغارتنا أنا معه لكن باش ركي تعرفك يكون الجروب مع الأصدقاء ومراحك وهذا رح يكون فيه ضياع للوقت إذن إذا كان كنت مع جروب رح يحفزني باش ننظنسي ورح يحفزني باش نتقدم أنا معه لكن إذا باش نقصروا ونضيعوا الوقت لا أفضل مراجعة الفردية نتمنى لهم كل التوفيق كل التوفيق للطلبة جزيلة شكرا لك معيوف مها أنت كذلك طالبة جامعية ومكونة للمقبلين على شهادة البكالوريا شكرا لك مرة أخرى سعيدة وبالتوفيق سعيدت جدا بضيافتك وشكرا للدعوة السعادتك كلها لي شكرا لك مرة أخرى مها